طلابنا الأعزاء سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير هيا نبدأ رحلة جديدة بدرس جديد من دروس الأحياء المصورة وعنوان درسنا لهذا اليوم زراعة الأنسجة النباتية حيث يقسم الدرس إلى نمو النباتات من الأنسجة المولدة وزراعة النسيج المولدة صفحة 96 وصفحة 98 من مصدر التعلم الرئيس أهداف الدرس يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس اليوم أن يكون قادرا على واحد أن يصف الطالب الخلايا المولدة المرستيمية كاملة الفاعلية في جذور وسيقان النبات اثنين أن يوضح الطالب خطوات زراعة الأنسجة المفردات مرستيم النسيج المولد توتي بوتانت الكاملة الفاعلية ديفرانشياشن التمايز جروث ميديوم وسط النمو كاللس كاللس نبدأ بالهدف الأول وهو أن يصف الطالب الخلايا المولدة المرستيمية كاملة الفاعلية في جذور وسيقان النبات هيا بنا عزيز الطالب نتعرف على مفهوم الأنسجة المولدة المرستيمية وهي مجموعة من الخلايا غير المتخصصة نعم هي غير المتخصصة والتي تنقسم بسرعة لتشكيل تراكيب جديد لاحظ الشكل والذي يوضح مكان النسيج المولد في قمة الجذر وفي قمة السعوة وتوجد الأنسجة المولدة المرستيمية في النبات في خمس مواقع وهي واحد القمم النامية للساق اثنين تليق لنصوة الجذر الواقية ثلاثة السيقان الخشبية مكتملة النمو أربعة أماكن اتصال الورقة بالساق وخمسة عقد السيقان الجارية لاحظ الشكل الذي يوضح مكان وجود النسيج المولد في القمم النامية حيث تتركز هذه الأنسجة في القمم النامية للساق والجذر والسبب هي لأنها تمثل مواقع النمو السريع في النبات بفعل الانقسام غير المباشر وتسمى الخلايا التي يتكون منها النسيج المولد المرستيمي بالخلايا كاملة الفاعلية ومن ميزات هذه الخلايا واحد تبدو متشابهة اثنين تنقسم انقساما غير مباشر وسريع ثلاثة تحتوي على كل المعلومات اللازمة لتكوين نباتات جديدة كاملة في النهاية تنضج الخلايا كاملة الفاعلية وتنمو لتصبح واحدا من ثلاثة أنواع من الأنسجة النباتية وتسمى عملية النضوج والنمو بعملية التمايز والآن هيا نتعرف على أنواع الأنسجة الثلاث المتمائزة في النبات واحد نسيج البشرة اثنين الأنسجة الداخلية ثلاثة الحزم الوعائية وظيفة نسيج البشرة هو الحماية ووظيفة الأنسجة الداخلية هي التخزين ووظيفة الحزم الوعائية هي نقل السكر والماء إلى أزاء النبات انظر إلى الشكل والذي يوضح أنواع الأنسجة ومواقعها في الورقة والساق والجذر حيث يمثل اللون الأصفر الأنسجة الداخلية ويمثل اللون البنفسجي الحزم الوعائية في حين يمثل اللون الأخضر فيها نسيج البشرة والآن بعدما تعرفنا على النسيج المولد وأماكن وجوده في الجذر والساق سنقوم بالإجابة على أسئلة النشاط رقم واحد اكتب المصطلح الذي تشير إليه العبارة الآتية مجموعة من الخلايا غير المتخصصة والتي تنقسم بسرعة لتشكيل تراكيب جديد نعم أحسنتم رائع هو النسيج المولد سؤال آخر حدد مكان النسيج المولد على الشكل التالي في القمة في الجذر يوجد نعم أحسنتم رائع يوجد في هذه المنطقة وفي القمة في الساق رائع جدا يوجد في هذه المنطقة سؤال آخر يتركز وجود الأنسيج المولد في القمة من نامية للساق والجذر نعم رائع لأنها تمثل موقع النمو السريع في النبات بفعل الإنقسام غير المباشر الميتوزي حدد مكان وجود الخلايا كاملة الفاعلية جيد جدا ممتاز في النسيج المولد ماذا تسمى العملية والتي تنضج بها الخلايا الكاملة الفاعلية لتنمو مشكلة الأنواع الأساسية من الأنسجة رائع هي عملية التميز ننتقل بكم الآن إلى الهدف الثاني وهو أن يوضح الطالب خطوات زراعة الأنسجة بداية نتعرف على مفهوم زراعة الأنسجة هي عملية تحفيز الخلايا أو طبقات منها على النمو لتكوين أنسجة وأعضاء جديدة في وسط استناعي حيث أجريت أول زراعة لأنسجة مولدة في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين وكان الهدف منها هو علاج فيروس يقضي على النباتات خطوات زراعة الأنسجة الخطوة الأولى وهي إزالة النسيج من قمة الصق لاحظوا الشكل والخطوة الثانية وهي وضع النسيج في دورق معقم يحتوي على مادة جيلاتينية وماء ومواد غذائية وهرمون الأكسين وهو وسط النمو الخطوة الثالثة تتشكل خلايا غير متميزة تسمى الكالوس والخطوة الرابعة تتضاعف الخلايا لإنتاج نبات كامل وضع هرمون الأكسين في وسط النمو وكان الهدف من وضعه هو تحفيز النمو والآن بعدما انتهينا من الهدف الثاني سنقوم بحل أسئلة النشاط الثاني اكتب المصطلح الذي تشير إليه العبارة الآتية عملية تحفيز الخلايا أو طبقات منها على النمو لتكوين أنسجة وأعضاء جديدة في وسط إصطناعي رائع ممتاز زراعة الأنسجة رتب الخطوات التي استخدمها العلماء في زراعة الأنسجة لدينا الأربع خطوات سنقوم بترتيبها رائع ممتاز الخطوة الأولى هي إزالة النسيج من قمة الصق الخطوة الثانية ممتاز وضع النسيج في وسط النمو الخطوة الثالثة رائع جدا تشكل خلايا غير متمايزة تسمى الكالس والخطوة الرابعة ممتاز تتضاعف الخلايا لإنتاج نبات كامل التقويم الختامي أكمل المخطط المفاهيمي الآثي والذي يوضح أنواع الأنسجة المتميزة في النبات هذا هو المخطط نعم أنواع الأنسجة المتميزة في النبات نسيج البشرة والحزم الوعائية رائع وأيضا الأنسجة الداخلية وظيفة نسيج البشرة أحسنتم هو الحماية ووظيفة الحزم الوعائية رائع نقل السكر والماء إلى أجزاء النبات استخدم النسيج المارستيمي في زراعة الأنسجة أول مرة في خمسينيات القرن العشرين وضح ما يأتي سبب إجراء التجارب الأولى والهدف من استخدام الأكسين ممتاز سبب إجراء التجارب الأولى هو رائع هو العلاج فيروس يقضي على النبات والهدف من استخدام الأكسين ممتاز هو تحفيز النمو وفي نهاية الدرس اليوم نتوقع عزيز الطالب تحقيق جميع الأهداف المرجوة منك أسأل الله عز وجل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة